بسم الله الرحمن الرحيم روي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال كان الله ولا شيء معه فأول ما خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام فلما خلق الله تعالى نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقي ألف عام بين يدي الله عز وجل واقفا يسبحه ويحمده والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المراد والمريد وأنت خيرتي من خلقي وعزتي وجلالي لو لاك ما خلقت الأفلاك من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله منه إثني عشر حجابا أولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب العزة ثم حجاب الهيبة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب الكبرياء ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرفعة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل فيه حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان العلي الأعلى وبقي على ذلك إثني عشر ألف عام ثم أمره أن يدخل فيه حجاب العظمة فدخل وهو يقول سبحان عالم السر وأخفاء أحد عشر ألف عام ثم دخل فيه حجاب العزة وهو يقول سبحان الملك المنان عشرة آلاف عام ثم دخل فيه حجاب الهيبة وهو يقول سبحان من هو غني لا يفتقر تسعة آلاف عام ثم دخل فيه حجاب الجبروت وهو يقول سبحان الكريم الأكرم ثم دخل فيه حجاب الرحمة وهو يقول سبحان رب العرش العظيم سبعة آلاف عام ثم دخل فيه حجاب النبوة وهو يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون ستة آلاف عام ثم دخل فيه حجاب الكبرياء وهو يقول سبحان العظيم الأعظم خمسة آلاف عام ثم دخل فيه حجاب المنزلة وهو يقول سبحان العليم الكريم أربعة آلاف عام ثم دخل فيه حجاب الرفع وهو يقول سبحان ذي الملك والملكوت ثلاثة آلاف عام ثم دخل فيه حجاب السعادة وهو يقول سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول ألف عام ثم دخل فيه حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف عام قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله عشرين بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد صلى الله عليه وآله انزل في بحر العز فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر التواضع ثم في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في بحر الإنابة ثم في بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في بحر الحياء حتى تقلب في أشرين بحرا فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر فخر النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون سبحان من هو عالم لا يجهل سبحان من هو حليم لا يعجب سبحان من هو غني لا يفتقر فناداهم الله تعالى تعرفون من أنا فسبق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل الأنوار ونادى أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك رب الأرباب وملك الملوك فإذا بالنداء من قبل الحق أنت صفي وأنت صفي وأنت حبيبي وخير خلقي أمتك خير أمة أخرجت للناس ثم خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله جوهرة وقسمها قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عبا ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء فخلق الكرسية من نور العرش وخلق من نور الكرسي اللوح وخلق من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي فبقي القلم ألف عام سكرانا من كلام الله تعالى فلما أفاق قال الله اكتب قال القلم يا ربي وما أكتب قال الله تعالى اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه وآله خر ساجدا وقال سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الأعظم ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال يا ربي ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال الله تعالى له يا قلم فلولاه ما خلقتك ولا خلقت خلقي إلا لأجله فهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد صلى الله عليه وآله ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته قال أمير المؤمنين فلأجل هذا صار السلام سنة والرد فريضة ثم قال الله تعالى اكتب قضائي وقدري وما أنا خالقه إلى يوم القيامة ثم خلق الله ملائكة يصلون على محمد وآل محمد ويستغفرون لأمته إلى يوم القيامة ثم خلق الله تعالى من نور محمد صلى الله عليه وآله الجنة وزينها بأربعة أشياء التعظيم والجلالة والسخاء والأمانة وجعلها لأوليائه وأهل طاعته ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت فخلق من دخانها السماوات ومن زبدها الأراضين فلما خلق الله تبارك وتعالى الأرض صارت تموج بأهلها كالسفينة فخلق الله الجبال فأرساها بها ثم خلق ملكا من أعظم ما يكون في القوة فدخل تحت الأرض ثم لم يكن لقدمي الملك قرار فخلق الله صخرة عظيمة وجعلها تحت قدمي الملك ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق لها ثورا عظيما لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه حتى لو وضعت البحار كلها في إحدى منخريه ما كانت إلا كخردلة ملقات في أرض فلات فدخل الثور تحت الصخرة وحملها على ظهره وقرونه واسم ذلك الثور لهوتا ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له حوتا عظيما واسم ذلك الحوت بغموت فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقر الثور على ظهر الحوت فالأرض كلها على كاهل الملك والملك على الصخرة والصخرة على الثور والثور على الحوت والحوت على الماء والماء على الهواء والهواء على الظلم ثم انقطع علم الخلائق عما تحت الظلم ثم خلق الله تعالى العرش من ضيائين أحدهما الفضل والثاني العدل ثم أمر الضيائين فانتفسا بنفسين فخلق منهما أربعة أشياء العقل والحلم والعلم والسخاء ثم خلق من العقل الخوف وخلق من العلم الرضا ومن الحلم المودة ومن السخاء المحبة ثم عجن هذه الأشياء في قينة محمد صلى الله عليه وآله ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور محمد صلى الله عليه وآله فلما تكاملت الأنوار سكن نور محمد تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف عام ثم انتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف عام ثم انتقل نوره إلى السماء السابعة ثم إلى السماء السادسة ثم إلى السماء الخامسة ثم إلى السماء الرابعة ثم إلى السماء الثالثة ثم إلى السماء الثانية ثم إلى السماء الدنيا فبقي نوره في السماء الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن يخلق آدم أمر جبرائيل أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضة فنزل جبرائيل فسبقه اللعين إبليس فقال للأرض إن الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقا ويعذبه بالنار فإذا أتتك ملائكته فقولي أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني شيئا يكون للنار فيه نصيب فجاءها جبرائيل فقالت إني أعوذ بالذي أرسلك أن تأخذ مني شيئا فرجع جبرائيل ولم يأخذ منها شيئا فقال يا ربي قد استعادت بك مني فرحمتها فبعث ميكائيل فعاد كذلك ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك فبعث إزرائيل فقال وأنا أعوذ بعزة الله أن أعصي له أمر فقبض قبضة من أعلاها وأدونها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمها فلذلك اختلفت أخلاقهم وألوانهم فمنهم الأبيض والأسود والأصفر فقال له تعالى ألم تتعوذ منك الأرض بي فقال إزرائيل نعم لكن لم ألتفت له فيها وطاعتك يا مولاي أولى من رحمتي لها فقال له الله تعالى لما لا رحمتها كما رحمها أصحابك قال إزرائيل طاعتك أولى فقال الله تعالى اعلم أني أريد أن أخلق منها خلقا أنبياء وصالحين وغير ذلك وأجعلك القابض لأرواحهم فبكى عزرائيل فقال له الحق تعالى ما يبكيك قال عزرائيل إذا كنت كذلك كرهوني هؤلاء الخلائق فقال الله تعالى لا تخف إني أخلق لهم عللا وينسبون الموت إلى تلك العلل ثم بعد ذلك أمر الله تعالى جبرائيل أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي كانت أصلا فأقبل جبرائيل ومعه الملائكة الكروبيون والصافون والمسبحون فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة المضيئة المختارة من بقاع الأرض فأخذها جبرائيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم وماء التعظيم وماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفو فخلق من الهداية رأسه ومن الشفقة صدره ومن السخاء كفيه ومن الصبر فؤاده ومن العفة فرجه ومن الشرف قدميه ومن اليقين قلبه ومن الطيب أنفاسه ثم خلطها بطينة آدم فلما خلق الله تعالى آدم أوحى إلى الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فحملت الملائكة جسد آدم ووضعوه على بام الجنة وهو جسد لا روح فيه والملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجود وكان ذلك يوم الجمعة بعد الظهر ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس لعنه الله ثم خلق الله بعد ذلك الروح وقال لها ادخلي في هذا الجسم فرأت الروح مدخلا ضيقا فوقفت فقال لها ادخلي كرها واخرجي كرها قال فدخلت الروح في اليافوخ إلى العينين فجعل ينظر إلى نفسه فسمع تسبيح الملائكة فلما وصلت إلى الخياشين عطس آدم فأنطقه الله تعالى بالحمد فقال الحمد لله وهي أول كلمة قالها آدم فقال الحق تعالى رحمك الله يا آدم لهذا خلقتك وهذا لك ولولدك إن قالوا مثل ما قلت فلذلك صار تسميت العاطس سنة ولم يكن على إبليس أشد من تسميت العاطس ثم إن آدم فتح عينيه فرأى مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما وصلت الروح إلى ساقه قام قبل أن تصل إلى قدميه فلم يطق فلذلك قال تعالى خلق الإنسان من عجر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر